أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنة الوجود واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق الله العلي العظيم وصلنا في هذه الآيات المباركة من سورة يونس عليه السلام إلى مشهد آخر من مشاهد التاريخ دليلاً وبرهاناً على ما أسلفه الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة يونس من إنذار المشركين أيها المشركون أيها الكفرة أيها الظالمون أنتم مثل أقوامكم الذين أتوا قبلكم قلنا أن نوح سلام الله عليه أتى بشريعة وكان من أولي العزم وتطهرت الأرض بالغرق إلا الثل المؤمنة من أصحاب نوح ثم توالت الرسل إدريس وغيره وغيره إلى أن وصل إلى زمن موسى عليه السلام القرآن في هذه الآيات المباركة يعطي برهاناً يعطي برهاناً تاريخياً موجود في أذهانهم المشركين سامعين بنوح سامعين بموسى سامعين بقصة السفينة والغرق العالم فلذلك أتى بالصيغة موجزة جداً وهنا أيضاً يبين شطراً طفيفاً مختصراً موجزاً من قضية موسى طيب موسى أرسلناه إلى فرعون وملائه يعني الحاشية الوزراء القبط الذين حوله بآياتنا آياتنا قلنا أنه المعجزات وأهم معجزة كان بيده العصار فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين إلى الآن وصلنا إلى هذه الآية في الليلة الماضية خب قلنا أنه عدم قبولهم شيئان الشيء الأول الاستكبار فرعون وملأه كانوا ينظرون إلى أنفسهم أنهم الأعلون أنهم أعلى من البقية هذا استكبار الثاني شنو؟ الثاني المشروع الذي أتى به موسى مشروع تغيير مو أنه جاي فقط يبرهن عفواً يبين عضلاته كما يقال لا في زمن فرعون كان السحر رائجاً في القارة الأفريقية الذول بس أجى موسى وألقى بعصاه قالوا هذا سحر هم يدرون هذا مو سحر لأنهم لا يشبه السحر ولكن لعلتين لسببين قالوا هذا الشيء الأول الآية تقول فاستكبروا الاستكبار هو الدليل على أنهم لم يقبلوا قول نوح وكانوا قوماً مجرمين أساساً كانوا مجرمين يحبون القتل والتعذيب لبني إسرائيل وللمظلومين فلما جاءهم الحق من عندنا هذا الحق شنو كان التوراة أو الحق رسالة موسى عليه السلام شريعة موسى شريعة جايب تغييرية من الأساس الأساس الأول أنت يا فرعون أنت مو إله لماذا يعبدوك هذا أول شيء الركيزة الثانية التغيير الثاني أنا نبي الركيزة الثالثة المعاد الركيزة الرابعة لماذا تظلم الركيزة الخامسة أعطي لبني إسرائيل بالحرية في العيش يعني تغيير عام يريد مو أنه جاي فقط يلقي في الموضوع ويروح فما عندهم أي حيلة إلا أن يقولوا شنو أن هذا السحر هذا ديدن الظالمين ديدن الحكام الظالمين عندما يجابهون رسالة سماوية من بدءا من إبراهيم إلى بقية الأنبياء كانوا يجابهونهم أنه هذا السحر وبالخصوص لقضية موسى ليش لأن السحر كان منتشر الناس تفهم معنى السحر يدرون شنو القصة السحر منتشرون والسحر متضامنون مع البلاط أيضا يأخذون رواتب يجيبون أشياءهم عند الحكام ويلعبون ويتونسون بها خوب هذه شعرة رائجة يعني فإذا يقول أن هذا سحر مبين مبين يعني ظاهر بين فالقضية واضحة تكون يعني الناس تنطلع عليهم الناس تنطلع عليهم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أتقولون لشنو؟ كلمة هنا محذوفة أقرى مرة ثانية قال موسى قال لمن؟ قال لفرعون وملئه أتقولون يعني هل تقولون للحق يعني هذا الذي أنا جئت به حق هذه بينة ومعجزة من قبل الله سبحانه وتعالى لما جاءكم سحر لما جاءكم سحر كلمة سحر هنا محذوفة أدبياً بعدين هو يقول أفسحر هذا؟ أسحر هذا؟ يعني كأنه هم قالوا سحر بعدين يجاوب موسى عليه السلام يقول أسحر هذا؟ ولا يفلح الساحرون هنا أنا عندي شوية بحث الساحر شو يسوي؟ هذا للشباب زياد يدرونه حتى يعرفون شنو السحر أصلاً السحر نوعه تمويه نوعه تشبيه نوعه تمثيل هو علم طبعاً يعني مو شكل يعني مو كل واحد يقول أنا أعرف سحر نوعه تمويه يستفيدون من الأشياء الفيزيائية في المواد والكيميائية يغيرون بها مثلاً من باب المثال حبل مو كل حبل يجيبون في الحبل خاص يجيبون هذا الحبل بيزئبق مثلاً الزئبق يتحرك في الشمس فهذول يتصورون شنو؟ هذا حي مثلاً ثعبان مثلاً فيستفيدون من القضايا الفيزيائية والكيميائية ويعملون السحر هذا أولاً ثانياً السحر إلى مدة مرة واحدة وخلاص بعد ما يقدر كل مرة يسوي ثالثاً ما إلى تأثير على المجتمع تأثير يعني شنو؟ يعني المعجزة دليل على مشروع فكري هو مو أساساً مراد به يعني عندما يلقي موسى عصاه هو جاي فقط يبين عظمته يعني؟ لا يقول إذا تحبون تعتقدون أنني نبي من قبل الله سبحانه وتعالى هذا دليلي أنا أسوي في شيء اللي يا أي واحد عاجز عنه خلو بعدين شنو يا موسى؟ بعدين عندي مشروعة السحر شنو مشروعة؟ سؤال يجي يلم الناس في نادي يسوي سحر يأخذ فلوس من الناس ويلوح عنده مشروع؟ عنده فكرة؟ عنده فقط مشروع فلوس بس يريد يجمع فلوس السحر في زمن فرعون مشروعهم كان فلوس أولاً وشوية تقرب إلى البلاط يعني كانوا يريدون مناصب يأخذون من الفراعنة أما مشروع موسى عليه السلام مو مشروع إلقاء العصاه يعني مو هذه أهمي عنده هذه فقط لأجل بياني أنني أعجزكم بإذن الله وعندي مشروع المشروع شنو؟ أول مشروع أنت يا فرعون أنت باطل عجيب السحر ما يريد هذا الشيء السحر عادة يرافق الحكام الظالمين يؤيدهم المعجزة التي يأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولنا أو بقية الأنبياء عنده مشروع ضاري عنده مشروع فكري تربوي تغييري يريد تغيير يسوي فهذا يوجد فرق بينهم إضافة على أنه أتصور في السنوات السابقة في سور أخرى قلنا أنه هذول السحرة لما أجوا إلى المهرجان وصلوا كم يوم قبل لأنه جمعوا السحرة من كل القارة الأفريقية إيتوني بكل ساحر عليم أن نقرأ الآن موساحر عادي جيبوا من هالسحرة الكبار من كل القارة فجمعوهم يقال في قصص هذه السيرة أنه واحد من كبارهم قال خليني امتحن موسى صحيح هو ساحر مثل لنفشل قدامه باشر باشر المهرجان أو في شيء يمكن هو نبي شمدري نحن فشكوا في الموضوع شنو يسوه خفية راحوا إلى أن وصلوا إلى بيت موسى شنون وصلوا ما ندري هاي قصة تاريخية تذكر كبير السحرة قال إذا هذا ساحر العصر لا تتحرك إلا عندما يكون بيده أما إذا العصر تحركت وهو نائم معناته هذا موسحر خوش دليل ترى يعني السحر شوكت يتطبق لما الساحر هو يذب الحبل بطريقة معينة حتى إحنا نفكر أنها حية موسى نايم فدخلوا إلى مخبئه واحد اثنين منهم دخلوا إلى مخبئه وتوجهوا نحو العصر العصر تحركت قالوا لا هاي بداية الهداية كانت يعني عمليا هم جربوا أول شيء بس مع ذلك قالوا باتشر مهرجان لازم نروح لأن فرعون يقتلنا خب قال فلما جاءهم الحق من عصر عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم جاءكم يعني سحر السحر هذا ولا يفلح الساحر الساحر لا يفلح ليش أولا هو ما عنده مشروع فكري تربوي رسالي ثانيا الله يجب أن يبطله عندما تصير تحدي للنبوة هذا شو المعناته يعني يعني الآن موسى جاي شو يريد يريد يقول أنا نبي وعندي معجزة المعجزة العصى أول معجزة إليه بعدين جاب معاجزة أخرى هاي معجزتي هذول السحرم جايين يقولون إحنا سحره ويتهمون موسى بأنك شنو ساحر هنالا يجب على الله مو إحنا نقول يجب على الله يعني الله أوجب على نفسه لإتمام الحج أن يبطل هذا الشيء وإلا موسى لا يفلح موسى ينكسر بالمهرجان فهنالا واجب عليه مثل القرآن القرآن معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وآله فقد أوجب الله على نفسه مو إحنا نقول يجب على الله إحنا نقول يجب لا الله أوجب على نفسه لإتمام الحج أن لا يقدر أحد أن يأتي بآية من مثله ولذلك ما قدروا يجبون ولا آية ولا سورة ولا عشر سور في كم كان موجود في القرآن اللي قرأناها طيب فلا يفلح الساحرون هذه قبل المهرجان قبل بداية المهرجان قالوا إهنانا يبين السبب الثاني قلت لكم السبب الأول الاستكبار ما يردون يقبلون الحق المستكبر لا يقبل الحق السبب الثاني الثاني شنو موسى جايب مشروع ديني تربوي تغييري وهذول إذا قبلوا مشروع موسى كرسيهم ينهار بعد عظمتهم تتلاشى بعد ما يبقى لهم شيء هذا السبب الثاني وين هاي الآية قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا إحنا مسوين مشروع المشروع شنو الفراعنة مسوين مشروع 2500 سنة عايشين في مصر في القارة الأفريقية أخضع الناس على أن الفرعون هو الإله يعبد فيجب إطاعته يجب إطاعته معنات أيضا عنده مشروع ذاك بس مشروع شنو كافر لتلفتنا يعني تصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا إحنا مستمرين في مشروع مشروع عبادة الفراعنة وما يتبعها من الظلم والتعسف وقتل الأبرياء وسجن المستضعفين وأكل مال اليتام وهذا مشروع بعد بس مشروع شنو باطل وتكون هنا للمهم وتكون من تكون أنت يا موسى أنت تريد يا موسى تكون لكما طبعا تكون يرجع إلى الكلمة اللي بعدها إلى الكبرياء وتكون لكما الكبرياء يعني أنت تريدون تزعمون زعامة تريدون يعني إحنا بعد ما عندنا زعامة أنت يا موسى جاي تغير كل شي وتكون لكما لكما منه موسى وهارون الكبرياء في الأرض يعني السلطة تريدون سلطة مثل واحد يريد يسوي انقلاب عسكري هذا الانقلاب العسكري شي يسوي يريد يطيح بالأول يجي مكانه بعد فهذا عنده مشروع يعني في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين إنتوا تريدون أن تأخذون مننا المناصب نحن ما نخلي فنصل إلى نتيجتين النتيجة الأولى أول الآية أول المحاضرة الاستكبار يعرف أن هذا حق يدري أنه هذا موسحر ولكن لا يقبل الموضوع الثاني يسوي الثاني المصلحة هذه الآية خليها أمام المشركين في مكة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شنو جاب جاب مشروع ديني تغييري تربوي يريد يهدم الجاهلية ويغيرها إلى دين الإسلام بنبوة محمد صلى الله عليه وآله يعني جايب فكر مقابل فكر الفكر الجاهلي يقول أنه أحنا أسياد قريش أسياد مكة وأسياد العرب وأول شيء منصب ثانيا الأموال تجي إلنا ثالثا الزعامة بيدنا الكراسي بيدنا سدانة الكعبة بيدنا سقاية الحاج بيدنا كل الأمور المعنوية الموجودة ذاك اليوم بيدنا فالزعامة والمصلحة مقابل مشروع النبي اللي يريد يقول كل هذا باطل واي مهم هذا اتيان هذه القصة في سورة يونس لهذا السبب أنه القصة تشبه قصة موسى عليه السلام النتيجة شنو؟ النتيجة عدم فلاح الفراعنة كما قلنا قوة بالليلة طلبوا مني أن أختصر التفسير لأجل أن نستفيد من ليلة الضربة سلام الله عليك يا أمير المؤمنين من تعاسة الأمة الإسلامية أن شخصا كأمير المؤمنين صلوات الله عليه يقتل في محراب عبادته هذه من الأشياء اللي واحد يتأسف إلها بغض النظر عن الطائفية بغض النظر أنا سني أنا شيعي أنا مسلم أنا غير مسلم حتى غير المسلم علي عليه السلام نبراسه كل فضيلة هذا كان عنده مشروع مش لو أن قلنا أن موسى كان عنده مشروع مشروع علي شنو كان الاستمرار على سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله كان عليه السلام يريد أن هذه المسيرة النبوية المحمدية تستمر ولا يختلش فيها شيء لا يخرب شيء هذا مشروع كان يقاتل على التأويل هذا معناته ليش يقاتل على التأويل لأنهم أرادوا أن يحرفوا الدين فعلي صبر وقاوم قالوا لا احنا من ردك احنا من ردنا اتزعى هاي المشكلة فمشروع مقابل مشروع اذا مشروع باطل ومشروع امير المؤمنين مشروع الهي سماوي كعادتنا في كل الليلة نقرأ في الموعظة ونسلم المنبر إلى سماحة السيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مد عينيه إلى ما في ايد الناس من دنياهم طال حزنه مش قيد لطيف هذا الكلام واحد يقتنع بما رزقه الله لا يمد عينيه انه فلان عنده قصر انا ما عنده فلان عنده سيارة من الطراز الاول انا ما عندي هاي الحالة يولد الحزن يقول ليش بعض الشباب بعض الناس عندهم كآبة من اسرار الكآبة من اسرار حزنهم هو هذا ينظر إلى ما في ايد الناس وسخط ما قسم الله له الله قاسم لي هذا الرزق يسخط على ما قسم الله له وتنغص عليه عيشه او عيشته العيش الهادئ الحياة الهادئة المريحة هي تلك الحياة القنوعة هذه للرجال وللنساء ايضا مو بس للرجال احنا الانساء اللي يسمع عنا ايضا يجب ان يقتنعن بما رزقهم الله ومن لم ومن لم يرى ان الله ان لله عليه نعمة الا في مطعم ومشرب اكلاس يفكرون نعمة الله في المشروبات اللي نشربها الحلال وفي المطعم يعني في الطعام من يدري انه اذا واحد يريد يحصي نعم الله لا يقدر ابدا وان تعد نعمة الله لا تحصوها اذا فكر بس هذا اكل زين شرب زين بس هذه النعمة هذا معنات انه قد جهل وكفر نعم الله هذا نوع من الكفران وظل ثعيه ودنى منه عقابه نتيجة هذه الموعدة شنو القناعة القناعة بما رزقنا الله من رزقه اولا والشكر أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنة الوجود ترجمة نانسي قنقر